فوز فريق النادي الأهلي لكرة اليد في كأس العالم للأندية على فريق النور السعودي ادري فوز النادي الأهلي النهاردة بنتيجة 38 عشرين في أولى مباريات كأس العالم للأندية لكرة اليد المقامة في مدينة الدمام في السعودية مباراة النهاردة تسيدها النادي الأهلي من الدقيقة الأولى لدقيقة الأخيرة ستين ديئة النهاردة كان النادي الأهلي هو المتحكم والمسيطر في رتم المباراة علشان كده شفنا ما شاء الله انتهت المباراة بنتيجة كبيرة فوز النادي الأهلي ثمانية وتلاتين عشرين النهاردة لعب النادي الأهلي أدوا مباراة كبيرة أيضا الجهاز الفني أدى مباراة كبيرة وشفنا النهاردة ملحمة من جماهير النادي الأهلي اللي كانت متواجدة في ملعب المباراة تشجيع من أول دقيقة لآخر دقيقة أيضاً كمان النهاردة حارسنا المميز محمد إبراهيم اللي خد رجل المباراة النهاردة بعد نهاية المباراة وإعلان يعني هو رجل المباراة أدى مباراة رائعة وكل اللاعبين النهاردة نادي الأهل عنده مباراة مهمة جداً إن شاء الله هتكون يوم الخميس القادم ساعة السادسة بتوقيت القاهرة مع برشلونة الأسباني برشلونة إحدى الفرق المرشحة علشان كده هتكون مباراة قوية جداً النهاردة لعبت النادي الأهل إن شاء الله بعد الفوز ابدأ إيه في الصفحة ابدأ ركس في المباراة اللي جاية المباراة اللي جاية إن شاء الله خطوة مهمة جداً النادي الأهلي يصنع تاريخ كبير إن شاء الله في كرة اليد في كاس العالم لندية فإحنا بنبارك لفريق اليد رجالة عودتونا دائماً على الانتصارات النهاردة كانت مباراة كبيرة لكن لسه دي أولى خطوات النادي الأهلي في كاس العام لندية وننتظر منكم إن شاء الله المزيد والمزيد في هذه البطولة وأيضاً من المتوقع أيضاً في المباراة القادمة في مباراة برشلونة يوم الخميس القادم هنشوف عدد أكبر لجماهير النادي الأهلي ودي عادة جمهور النادي الأهلي المتواجد دايماً وراء النادي الأهلي في كل البطولات خاصةً في المملكة العربية السعودية هيكون إن شاء الله ليه دور مهم جداً في مباراة الخميس النادي الأهلي أمام برشلونة الأسباني وكل التوفيق للعب النادي الأهلي في هذه المباراة ترجمة نانسي قنقر